حثت مصر جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف وقالت مصر في بيان لوزارة الخارجية إنها تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي وشددت الخارجية المصرية على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير مع التأكيد على أهمية حوار المسار الدستوري الجاري في القاهرة وبما يحقق طموحات وأمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطة ثابتة